معلومات عن المجتمع فيديو اثنين التستور مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم سنتكلم عن موضوع مهم التستور كن لهم في عام 1831 سافر الكاتب الفكري المصري رفع التختاوي من باريس وكتب بالعربية عما شاهده ما هي تجربته في ايروبا وكان رفع التختاوي قد شاهد التستور الفرنسي من عام 1814 وكان متحمسا لما رأاه وفي حماسه ترجمة كل أربعة وسبعون نقطة من التستور إلا اللغة العربية كان التستور الفرنسي خطوة أهمة جدا في التدور الذي بدأ في عام 1789 عندما اندلعت الثورة الفرنسية وكانت هذه الثورة معارضة معارضة للسياسة والسلطة غير المحدودة بالملك كانت الثورة تموية جدا ولكن في نفس الوقت بدأت تتورا سياسيا جديدا كليا في أوروبا حيث عارض المواطنون في الدول واحدا تلوى الآخر وطلبوا بالديمقراطية والدستور جاءت هذه الأفكار حول الدمقراطية والدستور متأخرة نسبيا إلى الدنمارك فقط في عام 1849 حصل الدمكيون على الدستور والدمقراطية قلعون الدستور دستور المملكة الدماركية هو من عام 1849 كونلون هو دستور الدنمارك يمكن للمرأة أن يقول أن الدستور هو القواعد الأساسية للمجتمع وجاء الدستور بعد أن ضغط السكان على الملك وطلبوا بالنظام ديمقراطي وليس ملكي الجمعية التأسيسية 1848 ناقش هؤلاء الناس كيفية تشكيل الدستور قبل وضع الدستور كان في الدنمارك نظام ملكي حيث الملك لديه السلطة المطلقة مع ادخال الدستور حصلنا على النظام بالماني في الدنمارك وأصبح الدنمارك بلد ديمقراطي في يونيو الخامس 1849 تم التوقيع على دستور من قبل فضغ السابع من هذا اليوم تم إلغاء الاستبداد الملكي في الدنمارك بالتأكيد فضغ السابع كان ملكا في الدنمارك من 1848 إلى 1863 كن لوستي يوم الدستور يوم الدستور خمس يونيو هو يوم مهم في هذا اليوم نحتفل بالذكرى السنوية لدخال التستور ويحتفل اليوم بالمحادثات سياسة في جميع انهاء البلد حيث غالبا ما ينظر إلى اليوم على إن أنه اختفال بالديمقراطية الدنماركية أوكي شكرا لهذا الفيديو وسوف تأتي فيديوهات أخرى عن هذا الموضوع يعني التستور لاحقا شكرا ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر